السلام عليكم و مرحبا بكم في كوزيني هاستوس دوميني اليوم اجبت لكم وصفة تاع البقلاوة على الطريقة التقليدية بدون اهل التوريق اه نخليكم مع المقادير عندي اه كاس الدهان يدام الدهان يكون من نوعية جيدة اه او زبدة تكون ذوبتها وعودتها ولدت الى حرارة الغرفة يعني جي دائبة ولكن مشي بزيف عندي 4 فارينة هنان كيل بنفس الكيس donc لا ميم مزور عندي اه انه مزور بغ و 4 مزور ده فارين عندي رشا من الملح عندي مغرف كبيرا زيت زيت غيبش يقليها فخيابل من طيب يقليها مقرمشا تقوم بمقرمشة لها نجرب مليح لديم في الفارينة نجرب باش ندخل قاعد للفارينة ندخل لها هاداك الديم يستغرق واحدة اثرا منوط هنا لدي كاس ماء ندخل بحذر بما انها مشبعة بالدهين بالزبدة ندخل بحذر نزيد ونعجن بدون اي مشكل هنا من الاحسن نستعملوا فارينة لجمال الاستعمالات كما في فرنسا مثلا يجب ان تستعملوا فارينة تي سيكنتسنك لا يجب ان تستعملوا لكارونتسنك على خطر تغبنكم في الخدمة يتكسل بزيف وما تبغيش تنحل بزيف من الاحسن تستعملوا لكارونتسنك كما يكن تشوفوا ندير في الماء غير باللاتي حتى يتلمتلي نفضل يكون فيها بلوس الدهين بلوتو كل الماء هنا تبغوا تديروا شوية مزهر في الماء تقدو تزيدوا انا خليت الماء هكا بلا مازهر على خطر غادي غادي ندير فلا فخص غادي نلمها بالمازهر يعني ما بغيتش يكون كاين لقود تاعها بزيف في البقلوة نبقى نزيد غير باللاتي في الماء حتى يكون عندي عجينة متماسكة ما هي ناشفة ما هي مطلوقة بزيف نحن نخليها ترتاح واحد شوية حتى نقطعها دوك هنا خليتها ريحت غي واحدة نص ساعة لطن اللي رحت تتحنت تتحنت اللوز ورجعت لها دوك هنا على حسب الطبقات اللي ركوبارين تبغوا سبع طبقات تحت وربع طبقات الفوق كمانا ما نغلطش بزيف الفوق دوك ندير سبع طبقات تحت وربع طبقات الفوق دوك ديروا كيفي دوك تحسبو ديروا حداعشن بول دوك انز حداعشن باغ دوك احنا عندي كلت كيلات لوز دوك تقدو ديروا اللوز والغرقاء نص نص ولا ديروا كما انا درت لوز ولا حتى الكوكاو حتى واي جيبنين سورتو لكن درتو له درتو له ال درتو له ال لا ماندامير تاني يجي مليح دوك ديروا كيلة سكر مبشور ليمونة ونص مغرف قرفة نص مغرف صغيرة قرفة ومبشور ليمونة دوك احنا الى كانت بغوا بنت القرفة وحدها تقدو ما تديروش مبشور ليمون ولكن بغيتو مبشور ليمون انا شوية عندي المبشور ليمون عزيز عليها في غال غاتو تاوي اللي ها نديرها بخاتيكما في غال غاتو تاوي دوك هنا اعني وسعت الريسيبيان تاعي باش نخدم نخدم بيدي بلو فاسيلا دوك ندخل مكونات الجيفة مع بعضها ونبعد هنا نشمخ بشوية ما ازهر لازم يجي من مكونات كما الطعام من كنو شمخينة يعني ما لازمش يجي كل عجينة وما لازمش يجي ملمون بزاف بلتوناشف بزاف هذا هو القوام متاعه يتزير بساعة وذي يتشتت يعني باش ما يجيكم شامع بزاف ولا لو كان السكر تشمخوه بزاف رح يقول لكم كل بلوك هذا هو القوام يجب أن يكون مشمخ ولكن مدشش كل واحد الحبيبات تفرقين نحكم الزبدة الدائبة نمسحها بالزبدة الدائبة نمسحها بالعبدة نظر الزبدة الدائبة سوف نترافق ميزة نظر الزبدة الدائبة بالبقلوة تشعر الفكرة نظر الزبدة الدائبة ساعة تفتح وعندما تفتح سهلة في الخدمة وكما ترون نظر الزبدة الدائبة غادي تجي رقيقة وخفيفة وسهلة جدا بطبيعة كالحال ما نديرش الفارينا في البلان دو تخافي تاعي ما غاديش ندير الفارينا بسك الفارينا تغبني باش نورق باش نردها أرق رقيقة بوسيبل لا تخصها تكون رقيقة بزيف دونك لو كان دي الفارينا هما ما تساعدنيش باش نكسلها ملقيتش كيفاش المهم غادي تشوفوا في الصورة دونك نحلها بالوريق مليح من بعد لازم نستعمل يدي دونك أنا بيدي غادي تسهالي بسكو على هد لجا ما ديرش الفارينا دونك غادي لابات النصها يكون لازق في لبلان دو تخافي وغادي مين نبقى نكسل فيها جيني السهلا كي ماركوا تشوفوا دونك هنا تقد جيكم ثوقوب في لابات سيهل لازم 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 لديه دهنيه كوش لازم لازم يكونو امبكابل لازم يكونو اه بخفات باش ميبيش العيوب ماتبنش في الفوك في السطح تعالى البقلوات تحكم كما راك تشوفو انا هدا فوق الطاولة حطا بلاستيك يعني سهل لكتر ولكن عندكم طاولة فيها بلاستيك يسهلكم حتى ولكن خدمتو فوق المطبخ تحكم ما كان حتى مشكل على خطر فيها الدهان بزاف يعني ما تخافوش تلسق لكم في المطبخ كما كتشوفو راني نحاول باش ردها الارق ما يمكن باش من بعد حتى حال ما كترت الطبقات تجي شابه بزاف كما كتشوفو هدا كل الوسط ما قديتش نلحق له بيدي راني زيت كسلته بالغولو تاعي دونك عندي غولو اطول ولكن الغولو الاخر حتى هو افلافه اهنا غيل الملاحظة انا البلاتو تاعي هدا صغير وهاد الكمية اللي اعطيت هالكم دي اللي دي بلاتو يعني انا هاد الكمية تاع العجينة ما فيهاش الفارينة يعني تعاودي تعاودي تلميها وتعاودي تخليها ترتاح شوية وتعاودي تخدمي بها النغمال دونك القوام تحا ما يتبدلش بخاطر ما زدنا لهاش كمية احفارينا باش تولي ثقيلة ولا دونك ندير الزبدة دايبة دونك هنا الزبدة دايبة غادي تاكن لكم واحد او بخي ميتين وخمسين جرام غيف الطبقات خاطر خصنا نديرو زبدة جنرزمان ما ننسوش بلي هادي مشي لعبات فيله سيد لعباتي يعني تبغي 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 ميتين ودد لك هدوك الورقات هادك الفايتة جيجيك شباب بزيف مثل لا كنت شوفو راني نورق بالوراق نحاول باش حتالكتبة تبان ومن بعد نزيد نكسلها حتالي تولي فريمان شفافة تولي رقيقة بزيف عاد باش نحطها فوق فوق الطبقة الثانية الطبقة الاولى كما انا قلت لكم درت سبع الطبقات غير وريتكم هنا شي طبقات بس احنا ما غادش نوريكم كلش حتى ما نطولش عليكم بزاف الفيديو كما كتشوفو بكل سهولة مندك فيها الزبدة زايدة في البات لا تلسق لكم لف الغلو لف لطبقات نجرب باش ندخل المليح ما نخليش الاسباس ما بين الطبقة والطبقة نجيك خاز مليح وما تخافوش بس كو رحكيين دهانا كودالين الزبدة نفوت للطبقة التاليطة نضيف سبع طبقات التوعي وزيدت فوق المليح وزيدت فوقهم لفخص هنا لفخص كما كنتشوفو يبقى غير شوية اسباس من الفوق هذي كل شوية اسباس سوف نفعل اربع طبقات الفوق بدون اي ثقوب كما تشوفوا الطبقة الثانية حاولت نفعل اربع طبقات بعد ما كملت جميع الطبقات سوف نفعل الوردة ساستعين بمستارة المستارة تساعدني بشيكون عندي القياسات مضبوطة وكيف كيف كما هنا راح عندكم تبغوا ما تدروش بالمستارة تدرو عينكم ميزانكم ولكن من الاحسن تجي خدمة مضبوطة نحاول باش ندير هال الخطوط المهم راح عندكم الصورة راح توضح احسن من الكلام من الكلام هنا قررت ندير 3 سنتيمتر تبغوا تدرو اقل تبغوا تدرو اكثر تبغوا تدرو 3 سنتيمتر تجيني حبا شابة حبا تبغوا تدرو تبغوا تدرو تبغوا تدرو تبغوا تدرو تبغوا تدرو نكمل بطريقة جميع الصينية ثلاثة سنتيمتر من الجهتين ونقطع الصينية نقطع الخطوط كما ركو تشوفو اعتذر كانت بنتي شدة الكاميرا يعني تحركت بزي فراني دوختكم معايا ولكن المهم تفهمو الطريقة فوالا احنا بعد ما كملت قاع التقطيع الاجزاء هدوك انت نخدم لك وردة في الاخير من بعد حكمت حبات لوز انتير تكون ولا نصف كما تبغي على حسن مقدورك تديري تديري الحبات العلوز تحاولي باش تفتحي الحبات على البقلوة بالسكين عاد تحطي الحبات العلوز باش ما تخسر لك شلع فهم وتديري من فوق الزبدة جينيغزمان يعني دخلي مليح البنسو في الزبدة وتحطي الزبدة بالفوق دخليها في فوق يكون مسخن على 180 درجة تخليها مشعول الفوق والتحت لمدة 40 أو 45 دقيقة تحطي الزبدة من بعد هي حامية تديري العسل لازم يكون ثقيل لازم يكون خفيف لكن خدمته في الدار لازم يكون الغدوة من ذلك تخدمي به ولكن شريته ملكو مخص هنا شدت لي 1 كيلو عسل ها هي النتيجة ان شاء الله يا ربي تجربوها جيشة ببزاف وبنينة بزاف والله وصفة رمضانية بامتياز تشربوا بها هذه القهيوة مرة الفطور نخليكم في وصفة أخرى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم ونتلاقوا في وصفة أخرى بإذن الله